في الخبر الصحي دائما نتوقف اليوم مع فئة من الأطفال يعانون من مرض نادر جدا وحتى تسميته تبدو غريبة أطفال القمر أو أعداء الشمس أطفال لا يقوى جسدهم على أشعة الشمس طفل القمر يختبئ مجبرا لا بطل في الظلام حتى لا تمرض بشرته وبصره وكامل جسدها النموذج من ورززات في روبرتاج عبدالطي بن طلب والمولودي زندين طفل من أطفال القمر ممن يعانون مرض كزينوديرما مرض يتميز بظهور بقع على الجلد هذا الطفل ذو ثماني سنوات والابن الثاني الذي يعاني المرض من الأسرة نفسها بعد وفاة الأول يصعب علي خروج المباشر في مواجهة أشعة الشمس إذ تحدث لي بقع على الجلد أحب الخروج بيد أن ذلك لا يحصل سوى للذهاب للمدرسة الفرصة الوحيدة للتواصل مع أقراني من الأول كانت يمشي للشمس كيمشي للواد كيمشي للمدرسة اسميت وتا خرجت في واحد تمر يلي قضيت عليه تتوفى وهذا كنحاول وكنحبسوها للشمس ما كيمشي قريبا أغلبية وكيمشي للمدرسة هو أحد الأبناء السبعة في الأسرة في دوار تمللت بمنطقة دادس تعود تسمية أطفال القمر لكونهم يخشون مواجهة أشعة الشمس ويتميزون بحساسية شديدة انتجاهها حاولنا تسجيل رأي مندوبية الصحة دون التمكن من ذلك كما لا تتوفر المنطقة على تخصص لهذا المرض إكزينو ديرما الذي يصنف مرضا جينيا وراثيا